خلوني أروح ليه اللي حصل النهاردة النهاردة تفقد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي في جولته وفي مدينة العالمين الجديدة مجموعة من الأعمال اللي بيتم تنفيذها دلوقتي في مشروع المدينة التراثية المدينة التراثية دي يا جماعة هي تقريبا 260 فدان طيب لأ مش دي اللي احنا أيوة اللي فيها الدكتور مصطفى مش الأبراج هي قدام الأبراج الناحية التاني عارف انت الرهوان التاني هي الرهوان التاني اللي فيها دكتور مصطفى دي كويس لا مش كله دي الأبراج ما لكش دعوة بيها دي مش المدينة التراثية خالص وبتشتمل على عدد من المباني التراثية والثقافية والتجارية المتنوعة فيها بحيرة رئيسية فيها مسجد كنيسة أبرا مدحف مجمع سينيمات مصرح روماني مبنى معارض العديد من المباني التجارية والفندقية والاستثمارية اسكان فاخر حاجة يعني تشرف تفرق أيوة شايف شايف مباني ده بص بقى عشان أنا قلتلك أنا راجل ضبع رايح جاي وبتمشى بقى وخرم وروح واجي وشوف وحاجات زي كده أنا شفت المدينة دي من حوالي شهر تقريبا آه شهر كده بص عارف انت المباني اللي احنا كلنا نحبها بتاعت يقولك مثلا ايه المباني وسط البلد وشارع فؤاد والنبي دانيال في اسكندرية المباني بتاعت وسط البلد والقاهرة الإسماعيلية أو القاهرة الخدوية في القاهرة هو ده أيوة بالضبط اللي انت شايفها دي الشكل ده بتاع المباني هي دي بقى ايه القوام العام للمدينة التراثية ده المصرح الروماني زي ما حضرتك شايف بينات روسيا دي حدوتة يعني أنا لما كنت بشوفها فأنا واحد من الناس أحب الترز المعمرية الكلاسيكية بتاعت مطلع القرن العشرين يعني جدا جدا يعني فعندي هوس بيها وكنت دايما نقعد أقول يا سلم لو مصر كلها تبقى كده خلونا اخب معنا على التليفون الدكتور عبدالخالي إبراهيم مساعد وزير الإسكان أهلا بيك يا دكتور أهلا بيك يا أستاذ يوسف إزاي الصحة كله تمام؟ كله تمام الحمد لله إيه الشغل الحلو ده؟ يعني ده يعني واحدة من المشروعات اللي بنون عليها المشروعات الرائدة في مدن الجيل الرابع في مدينة العالمية طيب ده شيء عظيم كلمنا أكتر على مسألة المدينة التراثية كنت لسه بحاول أوصف شوية عن اللي أنا شفته بعناي زائد جانب من زيارة الدكتور مصطفى مدبولي هناك بس كلمنا عنها أكتر يعني بشكل من المزيد من التفصيل أنا شرحت صح الأول ولا كنت بافتي؟ لا لا يا فندم تهدتك يعني المدينة التراثية هي واحدة من مكونات المرحلة الأولى لمدينة العالمين أيوه وده اللي خلينا نقول إن مدينة العالمين الجديدة هي مش الأبراغ صح يعني مش الأبراغ فقط يعني صح لأن طبعا إحنا أول ما بنقول العالمين بيجي في الأزهان على طول منطقة الأبراغ ولكن منطقة الأبراغ دي منطقة بسيطة صغيرة تمثل بساحة بسيطة من المدينة إنما الأهم إن المدينة العالمين هي مدينة متنوعة للإستخدامات هو الهدف كان من إنشاء مدينة العالمين مش إن إحنا نعمل مدينة مصيحية لا نعمل مدينة طوال العام وتكون هي عاصمة للساحل الشمال الغربي فمثلها زي مثل مدينة الإسكندرية يعني مدينة إسكندرية مدينة متكملة مدينة سكنية خدمية متنوعة الأنشطة نفس الكلام مدينة العالمين فمدينة العالمين بجانب الجزء السياحي المتمثل فيه الجزء المطلة على ساحل البحر إلا إن إحنا فيه عندنا أنشطة أخرى خدمية وأنشطة تراثية وأنشطة صناعية يعني عايز أقول لحضرتك إن ما يقرب من 25% من المسطح المسطح المخصص لمدينة العالمين أنشطة صناعية عظيم وده بيكون في جنوب المدينة يبقى إذن هي مش مدينة فقط سياحية هي مدينة متكملة لبحثا عن الاستقرار وتكون مدينة طوال العالم طيب ده كلام حين سفي عندنا جزء إسماعي في عندنا جزء خدمي وده مهم جدا اللي هو متمثل فيه الجامعات والمستشفيات اللي هي تخدم نطاق قليم إسكندرية والسهل الشمال الغربي ويضاف لكده المدينة التراثية لأن دايما إحنا جزء من عمراننا هو التراث وبالتالي إحنا يعني بتوجيهات أسخامة الرئيس إن إحنا لازم يكون في عندنا في كل مدينة ما يعكس الهوية المصرية وما يعكس الجزء التراثي وعشان كده تم تخصيص مساحة للمدينة التراثية زي ما حدثت تفضلت بحوالي يتون وستين ستين ستين بتشمل بقى منطقة أوبرا معارض منطقة معارض دور سينما ومصرح روماني واستوديوهات هتكون استوديوهات داي استوديوهات صغيرة للثنانين والأبسطة المتلقة بالثقافة فده ليه الغرض منه إن إحنا بنقول إن مدينة فيها أكثر من نشاط متنوعة بالتالي بقى إحنا بنقول إن المدينة دي هي حتكون مدينة المستقبل للسهل الشمالي برد طب مش هتعملوا هناك استوديوهات للإنتاج الإعلامي بردو يا دكتور بحيث إنه يعني نحاول ناخد بعضنا ونتكل على الله نترك القاهرة بزحامها ونذهب للحتة الحلوة دي إن شاء الله يا فندم طبعا إحنا المدينة يعني إحنا بسة في المرحلة الأولى اللي هي تمثل حوالي عشرة في المية من مسطح المدينة الكل طبعا إحنا لما بنحط بداية بداية المدينة الثلاثية بيباع فيها أنشطة ثقافية وأنشطة مرتبطة بالإعلام حيكون فيها جزء أيضا للسهل الشمالية على زرار مثلا مدينة الإنتاج الإعلامي يباع فيها عندنا مدينة أخرى للسينما والمصارح موجودة في نطاق شمال الجمهورية ده يبقى شيء أكتر من رائع طب دكتور هنا إلا أنا إلا أنا إلا أنا شايفه ومن كلام حضرتك إحنا بنتكلم على مدينة ومدينة للاستقرار ليست مجرد مصيف بالضبط يعني مفيش قرى تاني زي زمان اللي اتجاه دلوقتي نعمل مدن كبيرة يعني كمان العالمين جنوبها والجنوب الشرقي بتاعها هيبقى مشروع الدلتة الجديدة بالضبط كده هي مدينة العالمين هي تعتبر من المدن اللي بترتبط بالأنشطة اللي موجودة في العمق اللي هي الأنشطة الزراعية والأنشطة الصناعية زي ما حدثك تفضلت إن إحنا في عندنا الدلتة الجديدة دي فيها أنشطة زراعية طبعا الأنشطة الزراعية دي هتتطلب صناعات قائمة على الزراعة والصناعات المتعلقة بالأنشطة الزراعية وده هيكون جزء من المنطقة الصناعية المخصصة في جنوب العالمين وعلى فكرة إحنا بدأنا في النواة الأولى من المنطقة الصناعية يعني معنى كده إن لو أي حد يعني زار مدينة العالمين جنوب مدينة العالمين على الطريق الجديد هيجد بداية أو نواة للمدينة الصناعية موجودة تم البدء فيها وبالتالي إحنا النقطة الحضرات التفضلت بيها إحنا هي كان مشكلة الساحل الشمالي الغربي كان مشكلته إنه هو ساحل موسمي يعني هو بيستغل بس 3 شهور بتاع الصيف إنما إحنا بحثا عن استغلاله الأفضل للموارد الموارد السياحية والزراعية والصناعية وبالتالي كان الهدف بيكون في عندنا مدينة متكاملة تكون طوال العام بيساعدنا في كده الخدمات يعني الخدمات إحنا بدأنا جلل جامعة العالمين الأهلية والكاديمية البحرية وإن شاء الله فيه قريبا هيكون فيه مستشفى إقليمي كبير المشروعات الخدمية دي بتساعد على يعني زيارة المدينة والاستقرار فيها طيب قطعا لشك بيقينة دكتور عشان مش عايز برضه أطول على حضرتك لكن كما جرت العادة هنسمع خمس تلاف مرة زي ما اسمعناك خلالك كم سنة اللي فاتوا العالمين دي معمولة للناس الأغنية لما أسمع إلو إحنا بنتكلم على مدينة إذن هي تستوعب كافة القطاعات والشرائح الاجتماعية صحي كده؟ مضبوط يا صنع إحنا ننضمن مبادئ تخطيط مدينة العالمين ومش بس مدينة العالمين جميع مدن الجيل الرابع هي مدينة لسكن كل المصريين طب خدينا نضرب مثال على إزاي الكلام ده بيتحق في مدينة العالمين مدينة العالمين مش هي السكن اللي موجود في الأبرى فقط إحنا فيه عندنا إسكان الداونتاون وده إسكان فوق متوسط يليه إسكان سكن مصر ده الإسكان المتوسط يليه الإسكان الاجتماعي المتميز وده اللي موجود وكل ده موجود وتم يعني بناء مرحلة الأولى منه يعني فيه عندنا الإسكان المتميز أورادي فيه عندنا حوالي يعني تم إنشاء 80 عمارة تم تخصيص 45 عمارة للأهلين نفس الكلام لسكن مصر تم الانتهاء من حوالي 436 واحدة سكنية وبالتالي إحنا هنا بنقول إن هي مدينة لكل الشرائح الاجتماعية مدينة لسكن كل المصريين بإذن الله أنا بشكرك جدا 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 يا دكتور كل الشكر لدكتور عبدالخالي إبراهيم مساعد وزير الإسكان ألف شكر طيب